المغرب محمد سلام أبو فادي وكان سفيرنا في المغرب اللي هو أخونا الكبير نادير رشيد طرحوا علي أني أنا أروح على المغرب رحت على فاس تحديدا رحت على الرباط طبعا في البداية بعدين فاس يعني الشعب المغربي شعب كريم وبلد طيب والحقيقة أهل المغرب بيحبونا كمشرق بيسمونا بيحبونا كثير وطيبة يعني وكرم يعني لا حدود له أنا يعني كثير بحكي أنا أردني أولا لكن لو كان إلي جنسية عربية ثاني بكون مغربي يعني مش معقول واحد عمره 18 سنة يروح يقضي أربع سنوات يعني في هذاك البلد ويوكل منها ويشرب منها هلأ بدنا نوكل مغربي هلأ بدنا نوكل مغربي هذا مفتول آخر دكتور على سيرة المغرب أنت درست في المغرب أكل كثير شهيرة من المغرب اللي هي بسموها المفتول أو المغربية الطاجر مغربية نعم حبينا نجيب لك ياها من العنبتاوي العنبتاوي ما أصر صعبة صعبة دكتور أنت تعرف أنا يريد يردوا علي ويغيروا وقت البرنامج يعني يصير الظهر عشان عرف غدا العنبتاوي مشكورين قدموه هلأ أنت بتدوقه وبعد الحلقة أنت ما عليك إحنا بنقوم في الواجب طيب عشان نضلنا في سيرة المغرب الطيب المفروض أن نوصله حصته للدكتور على الغدا يلا نشكر أكيد مطعم عنبتاوي على هاللفته المميزة جدا منهم وبالفخارة شغلة غير شكل هيك بنرجعك لأيام الدراسة الله يخليك تسلم الله أبو الكرشب تحرجنا أبو الكرشب تحرجنا المفروض أنا اللي أقوم أضيع لا لا رحمة أنت اليوم لابسة إشي ما حصل لا لا خليك باللي أنت فيه أنا اليوم شغلت أضيف قطعنا حكي ياك دكتور بس بدنا تدقلنا هالمغربية لا أنتوا كملوا شو بتكون فيه أنا هيك مشكلتي دائما يا السلام يعني أنا المغرب لحد الآن مرتبط فيها يعني رغم أني أنا من 76 خلصت من مغرب كدراسة لكن إلى الآن تربطني بصداقات وفي اتصال هاتفي في زيارات ما انقطعت زيارات يعني المغرب حتى إلى عام 2000 نعم أخر كانت آخر زيارة آخر زيارة آه في الأصدقاء الحمد لله يعني في الرباط في الدار البيضاء في فاس في طنجة في العرائش في مدن يمكن مش مشهورة يمكن أكثر أصدقاء مدينة في الشمال اسمها القصر الكبير يعني الحقيقة ناس يعني ما بتحتاج وقت طويل حتى أنك تتأقلم معهم بيوتهم مفتوحة للناس كورة ماء يعني هذه قصة للعلم احنا أهل المشرق ما بنعرفها المغربي إذا فوت عنده لا توكل من أول طبق يعني زي ما بقول تفلل بيكون حاط لك على الطاولة ثلاث مشمعات بيحط طبق الأول بيسموه احنا ما كنا نعرفها دبينا في الطبق الأول يشبعنا بعد شوي شاله وأنه بيشيل المشمع بيصير فيه تحتي مشمع جديد بيجيب طبق ثاني الأول دجاج الثاني لحم الثالث سمك وهات بعدين الحلويات وكذا فالكرم المغربي الحقيقة يعني في الذروة في الذروة حتى أنا يمكن أهل الدار بقول لهم والله يعني وين الأيام المغرب فبقولوا يا أخي انت عايشت عنا كلها المدة يعني في المغرب عايش أربع سنين يعني شو هالقصة يعني دكتور احنا عنا اليوم الصباح عملنا لك طبقين هو مشكلته جاي الصباح يعني أهلا وسهلا فيك دكتور وصحتين وعافية اسمحونا أنه نوكل احنا مفتول وفاصل يلا اشتركوا في القناة